أسقطت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة طائرة مسيرة مفخخة لميليشيات الحوث المتمردة المدعومة من إيران وقالت مصادر مطلعة أن دفاعات القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيرة مفخخة حوثية فوق سماء شرق مدينة الدريهمي جنوب المحافظة وأضافت المصادر أن أفرادا من القوات المشتركة تمكنوا من إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق مواقع وتمركز لقوات الجيش شرق مدينة الدريهمي وتعد هذه الطائرة الحوثية هي الثانية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية